مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال ومتابعيها في كل مكان أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس استكمالا لما تحدثنا عنه في حلقاتنا السابقة نتحدث اليوم عن الأخلاق التي غابت في مجتمعنا الإسلامي والعربي مع الدعية الإسلامي والباحثة الديني والاجتماعي الأستاذ حمدي أعلام نورتني وشرفتني النهاردة أستاذ حمدي أستاذ حمدي حدثنا عن مكرم الأخلاق في الإسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ضرب المثل الأعلى في الأخلاق فقال أدبني ربي فأحسن تأديبي وقال في حديثه الشريف أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالأخلاق أولا تعرفها هي مبادئ يبنى عليها الأمم والمجتمع الذي نعيش فيه من مكرم الأخلاق صلة الرحل ومن مكرم الأخلاق الصدق ومن مكرم الأخلاق النخوة ومن مكرم الأخلاق عدم النفاق ومن مكرم الأخلاق مساعدة الآخر ومن مكرم الأخلاق مساعدة الجار فمكرم الأخلاق كثيرة ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما امتدحه ربه عز وجل فقال في كتابه الكريم إنك لعلى خلق عظيم فمدح النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وحينما سئلت السيدة عيشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ قالت كان قرآنا يمشي على الأرض طب هنتلع فاصل ونرجع تلك فاصل ونوصل تلك حضراتكم ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع ضيف اللي نوارني وشرفني النهاردة الأستاذ حمدي علان كم لحضراتكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف بعست لأتمم مكرم الأخلاق إذن هناك أخلاق كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلي ولكن قاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم تلك الأخلاق وينفزها عمليا على أرض الواقع فلو نظرنا في خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الصدق وكانت فيه الكرامة وكانت فيه الرجولة وليست معنى الرجولة الذكورة ولكن الرجولة تطلق على الشهم الكريم الجواد الذي يتودد إلى جيرانه ويتعامل مع الناس برفق ويتعامل معهم بروح الفروسية أن يكون عزيز النفس هذا هو الذي نطلق عليه الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى ليتمم مكرم الأخلاق فنشر الأخلاق بين صحابته وبين الأمة بأجمعها ولكن لما غابت الأخلاق غابت الأمة فصلى الله وسلم على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هل الفن ليه دور في بس الأخلاق في المجتمع؟ أكيد أتفق في ذلك لأن الفن رسالة وهو أغلبية المشاهد يجلس أمام التلفاز ليشاهد مسلسل معين أو رواية معينة ربما الرواية المعينة دي كتبها الكاتب ما كتبهاش من هداء كتبها ليوصل رسالة بها للمجتمع فإن كانت تحتوي على مادة أخلاقية تناشد الطفل الصغير والفتاة في بيتها والأم والأب والشاب وتهزف فيهم أشياء فإذن الفن رسالة وإذن الفن لابد أن نهتم به ونهتم بالعاملين عليه فلا نستنكر ذلك كما يكتب كتابا وينشره بين الناس فيتعلم منه الناس أشياء تهزب أخلاقهم نشجعه ونقف بجواره وهذا دور الدولة ودور العاملين على ذلك فالفن رسالة لا شك في ذلك ومن ينكر ذلك لست معه لأنه الآن في هذا العصر لا يتواصل المرء مع المرء إلا عبر شاشات التلفاز أو السوش الميديا وغيرها فإن بس لنا قيم أخلاقية مرحبا به في بيوتنا ومرحبا به في مجتمعنا ومرحبا به في بلدنا ونحن نحترم ونوكره ونوكر العاملين عليه لأنه يبس رسالة ويوصل هدفا مميزا للناس طب الأخلاق أو أنه عندما الأخلاق ده ببقى ليه سبب من أسباب الخلافات الزوجية مثلا؟ أكيد لأن الزوج والزوجة إن احترم الآخر منهم الآخر كانت الحياة سعيدة وإن تبادل الإحترام بينهم في الأخلاق وليست الأخلاق تتمثل في الألفاظ فقط لا الأخلاق في صلة المودة بينهم والعطاء أن يتودد إلى زوجته وتتودد إليه أن تقيم على خدمته وعلى خدمة أولادها في بيته وأن تقف بجواره وفي ظهره حتى تمر به الصعاب هذا من الأخلاق أن تصدقه في أقواله وأفعاله لتعطيه الثقة في ذلك فتحقق عنده معنى رجلية الذي ننادي به فإن كانت تخزرك زوجتك فلا ناصر لك فهي أقرب الناس إليك في بيتك وإن خز لك ولدك فلا ناصر لك في المجتمع بناء عليه فإن الأخلاق مادة قوية جدا في تقويم الأسر والحفاظ على العلاقة الزوجية بين الزوج والزوج طب إيه دور البيوت في انتشار الأخلاق في المجتمع على الأب والأم وهم عليهم نصف المسئولية والنصف الآخر على المادة التعليمية التي تدرس للطلاب في مدرستهم على الأب والأم أن يقوموا الطفل منذ صغر في سن العشرة من عمره يبدأ الطفل يبدأ يفكر فلابد أن تبس فيه الأخلاق تبس فيه القرم وكنا صغارا وكان يستحبون آباؤنا معهم لزيارة العم والخالة ونرى أمام أعيننا بر الوالدين فنفعل ذلك ونصل الرحم ونكون قرماء مع ضيوفنا إذا أتوا إلى البيت ونكون صادقين في معاملتنا في تجارة وغيرها فبس فينا الأخلاق منذ الصغر فكان الخلق بين الناس وكان الحلم بينهم هذا ما يترتب على الأسرة إن هي تربي الأطفال على القيم والأخلاق والمبادئ منذ الصغر لأنك بعد سن 18 سنة لن تستطيع أن تقومي هذا الشخص وإن حرستي على ذلك وإن أتيتي بكل ما بوسعك لن تقوميه لأن ذلك تغرسيه فيه منذ الصغر يعني المجتمع معنا كده المجتمع بيبقى ليه دور ليه دور في غياب الأخلاق أو في غياب عدب الأخلاق لأننا لو حرسي أن أنا وانا ماشي في الشارع أتحدث باحترام وأتعامل في تجارتي بصدق وأتعامل بين الناس بعدم نفاق ورياء وأكون كريم فأنا بنشر الإسلام وبنشر الخلق بدون ما أدري أنا أصنع مدرسة في الأخلاق بدون ما أدري لأن أنا كنت صادق فاللي بيتعامل معي هتعامل معي بصدق والحياء غاب الحياء عن الناس سيدنا علي رضي الله عنه حينما برز سيدنا عمرو بن العاص وكان عمرو بن العاص ما زال في الكفر فلما أوجس عليه أقبل عليه وأراد أن يضربه بسيفه وظن ذلك عمرو بن العاص عمرو بن العاص كشف عن عورته فاستحي سيدنا علي وأغرب بواجه عنه هذا الحياء أن لا تستقبل أحدا بدون حياء فحياء من الأخلاق أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من المرأة في خضره المرأة البنت التي لم تتزوج بعد حينما يأتي الضيوف إلى البيت تذهب إلى حجرتها لتختبئ بها لماذا؟ هذا حياء وهذا من الأخلاق فلما غاب الحياء غابت الأخلاق وغابت المبادئ في المجتمع مشاكل عدم الأخلاق بسبب يعني سبب أو ليه سبب في مشاكل المجتمع اللي احنا فيها؟ أكيد إزاي؟ لو في أي مصلحة لو لجيت المنافق الكاذب الخائن للأمانة إذن انهضر المجتمع حينما تمر في بلدك لابد أن تحافظ عليها ولابد أن تصنع فيها أشياء يأتي من بعدك فيشكرك ويأتي من بعدك فيذكرك فمن الأخلاق أن نحافظ على بلدنا ومن الأخلاق أن ننشر الصدق بيننا ومن الأخلاق أن لا نتعرط لأعراض بعضنا البعض كما يحدث الآن على السوشال ميديا يعني القلب يحزن حينما يخرج البعض ويتطاول على أساتذة وعلماء في الأظهر ربما غير من ملبسه أو ما يشبه ذلك لكنه الملبس لا يعني الأخلاق طب وغياب الأخلاق ده بيبقى ليه سبب في انتشار الفساد في المجتمع؟ أكيد إزاي؟ غياب الأخلاق لو إحنا عندنا أخلاق حينبنى المجتمع ولا مش حينبنى؟ حينبنى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك ظل يربي في صحابته في الأخلاق أولا رب عندهم الصدق ورب الأمانة ورب القيادة والقرم والتودد فنجحوا في ذلك حتى بعد وفاة بعد غياب النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة بعده ليكملوا المسير فأكملوها بصدق ونجحوا في ذلك ونشر الإسلام في أنحاء العهد لم ينتشر الإسلام بالسيف وكرره لم ينتشر الإسلام بالسيف ولكن الإسلام انتشر بالأخلاق الكريمة التاجر الصادق حينما كان يذهب لبلد أخرى ليتاجر فكان صادقا في تعامله فيسألون عنه فيقول أنه في ديانة الإسلام فيعتنق الناس ديانة الإسلام لأنه مجد فيها الصدق حتى الجاهلية لقبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام يعني حتى أمتعتهم التي وضعوها أمانة عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرط فيه فترك عليا مخولا عليها حتى يردها إليهم وهم مخالفين معه في الديانة فليس شرط من أن تكون مسلما لتكون أو غير مسلم تتعامل مع غير المسلم بحسن خلق حتى تزجبه للإسلام وتتعامل في المجتمع بحسن خلق فتحسن من أوضاع المجتمع الذي نعيش فيه لكن سأت الأخلاق وانتشر الفسد في المجتمع بماذا؟ لأن الأخلاق غابت فإن غابت الأخلاق غابت الأمة طيب والدولة لها دور في تحسين الأخلاق في المجتمع أكيد أي دور الدولة في تحسين الأخلاق في المجتمع الدولة هي الأم تمام الدولة هي الأم هي الرعية تمام هي التي تقوم على بس التلفاز وعلى السوشالمية تستطيع أن تتحكم في ذلك تستطيع أوه أي حاجة سيئة وتأتي بعالم أو شيخ في مناظرة وربما يتطولوا بالأيد ويتطولوا بالألفاظ وفي طفل موجود عبر الشاشة نحن لا نحتاج الشهرة والشوء الإعلامي ولكن نحتاج أن نربي الأخلاق في الأم في الدولة وبها سننجح وبها سنتقدم الإمام محمد عبد لما ذهب لبلاد الغرب قال وجدت إسلاما بلا مسلمين تمام وحينما عاد إلى مصر قال وجدت مسلمين بلا إسلام فوجد في بلاد الغرب الأخلاق وجدتهم بيتعاملوا بصدق بيتعاملوا بأمانة وجدتهم بألفظهم مهزبينها في التعامل لما رجع مصر لقى البلد لا ضيع ذلك ويدعو الإسلام لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى أنفسهم أن أؤمنك على عرض وعلى مال وعلى نفس هذا من الخلق والمسلم لا يتلفظ بألفاظ بذيئة بين المجتمع والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ولا نبطش بيدك تبطش بيدك في أشياء تضر الآخر لا تتعد على جارك ولا تتعد على صديقك وصاحبك وكن متسامح وكن رحيما مع الناس وكن صادقا في معاملاتك وكن صادقا في حديثك تنجح في الحياة وينمو المجتمع تمام يعني الدولة برضو لها دور أنها تتحكم في نشر طبعا هي الدولة الأساس أنت في بيت أب وأم هما بس فيك أخلاق طيب بقية الأخلاق دي أنت بتسمعيها عبر الشاشة بتدرسيها في جمعيتك أو في دراستك منذ طفل منذ أن كنت طفلاً صغير يبص لك هذه المادة كمحتوى كنا زمان في الأزهر الشريف كم يروي لنا شيخنا قصة نستفيد من القصة دي الصدق ونستفيد من القصة دي الأمان فيحقق فينا عملياً الأمان لا تبص لي نصوصاً متجمدة ولكن سردها وقيمها للطفل حتى ولو على هيئة قصة كرتونية فتصل إلى زهن الطفل لأنه أصغر من أن يفهم ما تقوم طب هل الأخلاق ليها دور في بناء الأمم؟ أكيد لو لا الأخلاق ما بنيت الأمم ولولا الأخلاق ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقومها وقال بعستل وتمم مكارم الأخلاق شعال الله فبالأخلاق تنجح الأمم وترتقي وتقدم الغرب بأخلاقهم عنا ونحن المسلمون ونحن الذين صدرنا ذلك صدرنا الأخلاق لهم وصدرنا لهم كل شيء ولكن لم نستفيد من المادة التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أتينا ببعض النصوص وتحدثنا فيه تجد من يتحدث في حجاب ويتحدث في نقاب وغيره وتركوا مهمة صعبة ألا هي مهمة الأخلاق في المجتمع أنه يحقق الأخلاق في المجتمع دعنا من النسور وتعالى إلى الأصول فالأصل في الإسلام الأخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم قام على ذلك وحقق ذلك في صحابته ردوان الله عنه عمر يرسل إلى عمرو بن العص يأتي بابن عمرو بن العص وهو أمير مصر ليؤدبه لأنه تعدى على أحد رعاة تعدى على أحد العاملين عنده وقال له ضربه كما ضربه هذا تحقيقا للأخلاق سيدنا عثمان رضي الله عنه يرفض أن يرفع يشهر سيفه حتى لا يأتي من بعده ويقولون أن عثمانا شهر سيفه ومات مات مقتولة لكنه درس الأمة عمليا الاحترام وتوكير الآخر يعني الكبير في السن وقريه نحن الآن نجد حتى في مواصلات عامة تجد شيخا مسنا يتكع على عصاه وشابا يجلس لا يبال لا يبال هذا انعدام في الأخلاق تجد التاجر في عمله غير صادق ويغش الناس في سلعته فذلك ينشر السوء في المجتمع فيهدم المجتمع لا ينهض بالمجتمع طب ماذا تنصح المجتمع لتحقيق مكارم الأخلاق أنصح المجتمع أنصح البيوت أولا ربوا في أطفالكم صلة الرحل وربوا في أطفالكم الصدق منذ الصغر وربوا فيهم الأمان وتوكيره الكبير في السن وربوا فيهم أن يحترموا بلدهم وأن يحبوها وأن يحافظوا على أشياء صنعها البعض لتزيين هذا المكان ربوا فيهم القيم والأخلاق قبل أن تتركوهم يخرجوا إلى الناس وأنصح المجتمع عامة بأن لن ننجح ولن نتقدم وإن كنت حقا تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب رسوله الكريم وتحب القرآن الكريم فلابد منك أن تبس الأخلاق في المجتمع بتعاملك بصدقك بأمانتك بصرتك لرحمك ببارا بوالديك أن تكون ودادا لزوجتك أن تكون مطيعا للآخر في الحق لا أقول لك أن تطيعه في الباطل أن تحافظ على نظافتك على مظهرك وإن كان ليس الجمال جمال سياب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب إن خلت الأخلاق عن الدين غاب الدين وإن جاءت الأخلاق جاء الدين فالدين الأخلاق والأخلاق الدين لا ينفصلان أبدا فأنصح المجتمع عامة بأن ينشر الأخلاق في المجتمع بالفعل وليس بالقول فكم من نصوص قطفيلت ولم نستفد منها وكم من أفعال قنفعلت واستفاد منها البشر أجمع طب الأديان التي استبقت كانت تحس على الأخلاق برضو أكيد إزاي سيدنا موسى عليه السلام حينما سقى لمرأتان ثم تولى إلى الظل فأتت أحدهما تأتي إليه تمشي على استحياء إذن كان في حياء فحينما قالت له إن أبي يدعوك ليأتيك أجر ما سقيت لنا قال لها ماذا؟ قال لها تأخري عني وأشيري إلي وأعطاها عصاه لماذا؟ لأدبه لكي لا يكتشف على عورتها لأدبه فعلم أمته الأدب سيدنا موسى عليه السلام اختارة هذه المرأة ليست لقواته كما يفهم البعض من نص الآية ولكن لشهامته لأنه وقف بجوارهم وهم نساء فحقك عملياً معنى الأخلاق على الأرض طبعاً نورتين وشرفتين النهاردة طبعاً بقدم كل شكري وتقديري لحضرتك وطبعاً بقدم كل شكري وتقديري للدعاية الإسلامي والباحثة الديني والاجتماعي الأستاذ حمدي علام بقدم كل شكري وتقديري لقناة الصحة والجمال وكل المقيمين على قناة الصحة والجمال وبقدم كل شكري وتقديري للسيدة المشاهدين انتظروني في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس أشوفكم على خير اشتركوا في القناة